موسيقى هذه نشرة الخامسة مساء وفي عنوينها موسيقى القوات الروسية تعلن السيطرة على خرسون والتقدم باتجاه خاركوف وقوات دانيتسكوالوغانسك تحاصر ماريوبل تحرر أربعين منطقة سكانية في دونباس والرئيس الأوكراني يحرض يهود العالم على التحرك ضد روسيا والمستشار الألماني يقول من تل أبيب إن بلاده والنيتو ليتدخل عسكريا في أوكرانيا إضراب عام في الخليل حدادا على روح الشهيد عمار أبو عفيفة وقوات الاحتلال تغلق غرب الشيخ جراح تمهيدا لتظاهرة المستوطنين أهلا بكم في اليوم السابع للعملية الروسية في أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت بالكامل على مدينة خرسون جنوب أوكرانيا الوزارة أشارت إلى تعطيل 51 موقع للقيادة وثمانية وثلاثين نظام دفاع جويا مضاد للطائرات وعشرات الطائرات والدبابات والمركبات للقوات الأوكرانية في خرسون تعمل البنية التحتية المدنية والحيوية والنقل المدني كالمعتاد ولا تعاني المدينة من نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما تستمر المفاوضات بين القيادة الروسية والمدينة والإدارة الإقليمية لدعم عمل البنية التحتية الاجتماعية فيها أما في كييف فقد هاجمت أسلحتنا الدقيقة المنشآت التكنولوجية لجهاز الأمن الأوكراني والمركز 72 للعمليات النفسية من أجل منع الهجمات الإعلامية ضد روسيا وتم إطفاء برج التلفزيون القوات التكتيكية والعملياتية والطائرات تشن ضربات مكثفة على البنية التحتية الأوكرانية في العاصمة لقد تم ضرب أكثر من 1500 هدف وزارة الداخلية الأوكرانية كانت قد أعلنت أن القوات الروسية دخلت مدينة خرسون ونقل موفد الميادين أن القوات الروسية أقامت نقاطها تفتيشاً على مشارف المدينة كما بدأت عملية تفتيشاً من دون أن تواجه تصدياً في كييفا فاد موفد الميادين بتعرض بعض المواقع العسكرية لقصف متقطع وزارة الدفاع الروسية أكدت في بيان تدميرها بأسلحة عالية الدقة أجهزة البث الخاصة ببرج التلفزيون في كييفا الذي كان يستخدم في أهجمات إعلامية ضد روسيا وبث الوزارة مشاهدة لاستهداف البرج التلفزيونية جوية وفي مدينة جيتومير غربية كييف استهدف صاروخ أو صاروخ روسي القاعدة الجوية ما أدى إلى اندلاع النيران فيها وتدمير أجزاء واسعة منها وفي مدينة خاركوف شمال شرق البلاد أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية مجوقلة نفذت إنزالاً في المدينة وكان الجيش الروسي قد تقدم نحو مركز المدينة وفق بياناً لوزارة الدفاع الروسية التي نفت استهداف مبنى إدارة مدينة خاركوف حيث مركز الدفاع وقالت إن المبنى نسفه النازيون الأوكرانيون بسيارة مفخخة من جهتها أعلنت سلطات لوغانسك تحرير أربعين منطقة سكنية من سيطرة القوات الأوكرانية هذا فيما أعلن ممثل قوات جمهورية دانيتسك محاصرة مدينة ماريوبل الاستراتيجية الواقعة على شاطئ بحر أزوف وتخصيص ممرين إنسانيين لسكان المدينة للخروج منها وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت أمس أن وصول الوحدات الأوكرانية إلى شواطئ بحر أزوف بات مقطوعاً بالكامل وكان رئيس دانيتسك دينيس بوشلين قد أعلن أسرى عدد كبير من الجنود الأوكرانيين وغنم أسلحة أمريكية وبريطانية كثيرة وبالتوازي أعلن رئيس بلدية دانيتسك مقتل شخصين في المدينة من جراء قصف للقوات الأوكرانية ودع سكان المدينة إلى الابتعاد عن النوافذ والانتقال إلى الملاجئ في هذه الأثناء كشفت المراسلة الحربية الفرنسية أنلور بوني عن جرائم يرتكبها الجيش الأوكراني بقصفه إقليم دونباس على نحو عنيف وأشارت إلى أن هناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب في الإقليم في مداخلة تلفزيونية مباشرة من إقليم دونباس أكدت المراسلة أن المنطقة تتعرض للقصف العنيف من الجهة الأوكرانية وأن الأمر ليس جديدا ويعود إلى عام 2014 ومنذ أشهر قليلة زادت وطيرته وذكرت أن القصف الأوكراني استهدف على مدى سنوات المستشفيات والمدارس في الجهة التي أنا فيها القصف تشنه القوات الأوكرانية الروس موجودون وسط البلاد في الناحية الشرقية وفي دونباس أتوجه إلى دونتسك والقصف هناك ينفذ من قبل السلطات الأوكرانية أنا آسفة لأنني أصدم المتابعين والجميع لكنها الحقيقة أنا لست طرفا ولا أدافع عن بوتين هذه هي الحقيقة أنا قريبة من المدنيين لا أتخذ موقفا ببساطة ما أقوله هو الحقيقة والواقع أن الجيش الأوكراني يقصف شعبه الأطفال من أشهر يعيشون في الملاجئ تحت الأرض في أحدى المدارس شطر جسدان معلمتين إلى نصفين من جراء قصف الأوكراني في الأثناء تستمر عمليات نزوح السكان من مناطق المعارك في أوكرانيا والأسيما باتجاه بولندا ورومانيا تتحدث التقارير الإعلامية عن نزوح مئات الآلاف من الأوكرانيين والجانب من الجاليات والطلاب تنضم إلينا مباشرة من برلين موفدة الميادين مريم عثمان الآن هي مباشرة على الحدود البولندية الأوكرانية كنت نقلت لنا في مداخلات سابقة مريم عبر نشرات وتغطيات خاصة التدفق الكبير للاجئين الأوكرانيين على الحدود والحالة المأساوية التي يعامل بها العرب والأفارقة الذين يحاولون اللجوء إلى أوروبا ما الجديد لديك؟ نعم فوتون شكرا لك هو بالفعل تدفق كبير للاجئين إلى محطة القطار في منطقة مدينة بشاميشل المدينة الأقرب إلى معبر ميديكا على الحدود البولندية الأوكرانية هذه الحدود التي شهدت تدفقا كبيرا للاجئين عبرها للاجئين الأوكران ومن جنسيات أخرى بعد انتظار طويل على الحدود وساعات من الانتظار عبر هذه الحدود والسلطات البولندية تأتي بهم إلى هذه المحطة وبعدها لكي يذهبوا كل اللاجئين إلى الأماكن التي يختارونها ولكن أود أن أشير فوتون على الرغم من أننا تحدثنا في خلال التغطية السابقة إلى أن هناك تعامل عنصري مع العرب ومع الأفارقة هذا لا يلغي طبعا أن هناك حالات إنسانية فعلا مؤصفة للاجئين الأوكران الذين يعبرون الحدود هذا لا يلغي ذلك ولكن كنا قد قلنا في التغطية السابقة إلى أن العرب تعرضوا لكثير من العنصرية على الحدود وحتى قال لنا أحد اللاجئين أنهم تعرضوا للضرب على الحدود وانتظروا في البرد والسقيع بينما كانت الشرطة البولندية تدخل اللاجئين الأوكران ممن يحوزون على الجواز الصفر الأوكراني أسرع من البقين العرب أما اللاجئين من أصول أفريقية بقيوا لساعات على الحدود ومعاناة السقيع وبلا طعام وبلا أي مأوى خلال الليل هذه العنصرية أيضا رصدناها لدى مشاهدات قالت أن لاجئين جزائريين تعرضوا للضرب يوم أمس في هذه المحطة من قبل الشرطة البولندية لأنهم كانوا يسألون إلى أين سيذهبون وهم لا يملكون الأموال ليذهبوا في حال سبيلهم لذلك تعرضوا للضرب من قبل الشرطة البولندية إذن ليس فقط يتعرضون للعنصرية على الحدود البولندية الأوكرانية من قبل السلطات الأوكرانية بالطبع ولكن أيضا تعرضوا من قبل السلطات البولندية للعنصرية الفتون أود أن أشير أيضا إلى أن مصادر للميادين تقول أن هناك خمسة ألاف سيأتون اليوم أو خلال الساعات المقبلة إلى محطة القطار هنا لكي يتسوى أمورهم وأود أن أكرر حدث حصل أمامي أيضا فتون كمشاهدة كان هناك لاجئين هنود وهم كانوا يسألون عن الوجهة التي يستطيعون الذهاب إليها لأنهم لا يملكون المال فقال لهم أحد المتطوعين هنا أن تذاكر القطار هي مجانية فقط للأوكرانيين وليس للجنسيات الأخرى وبالتالي هم لا يعلمون الآن إلى أين سيتجهون حاولنا التحدث معهم ولكنهم لم يفضلوا أن يتحدثوا أمام الكاميرات عن معاناتهم لذلك قررنا أن ننقلها مباشرة على الهواء فتون نعم الآن لا يزال التضفق بنفس الوتيرة التي كانت منذ ساعات أن تخوف هذه الوتيرة مع تقدم الوقت باتجاه ساعات الليل نعم فتون بحسب المتطوعين هنا خلال كل ساعتين أو ثلاثة يأتي وفد من اللاجئين عبر القطارات إلى هنا لذلك يبدو أن الآن أتت الدفعة الأولى أو الثانية من اللاجئين إلى هذه المحطة بينما ستأتي دفعات أخرى خلال الساعات المقبلة الآن هدأ قليلا التدفق ولكن لربما سنرصد في الساعات المقبلة وفد جديد من اللاجئين وبالطبع سنرصد إن كان من بينهم أيضا من جلسيات أخرى وسنعرض أمام الشاشة إلى ماذا تعرضوا وماذا عانوا على الحدود خلال ساعات طويلة عندما يصل اللاجئون إلى الحدود البولندية الأوكرانية ويتم التعامل معهم إلى أين يرسلون؟ إن كان على معبر ميديكا الذي يبعد عن هذه المحطة حوالي 14 كيلو مترا هم يأتون إلى هذه المحطة ربما يذهبون يأتي أحد ليأخذهم أو يقطعوا تذاكر هنا مجانيا إن كانوا أكران على نوافذ المحطة القطار ليذهبوا إلى أماكن أخرى ولكن منهم من يبقى من اللاجئين من يبقى هنا في العراء لأنه لا يملك أي مكان يذهب إليه ولا يملك الأموال الكافلة لكي يقطع تذكير القطار وأود أن أشير إلى أمر فتون إلى أن تذاكر القطار هنا ليس مبلغا زهيدا لو يودون أن يذهبوا إلى كراكو مثلا أو إلى وارسو سيكون مبلغا كبيرا على لاجئ لكي يدفعه لكن هؤلاء عندما يتوجهون من خلال القطارات هل هناك تأمين لسكن لهم من قبل أوروبا من قبل بولندا بالتعاون مع بقية أوروبا أم أنهم يتجهون فعليا إلى المجهول لأماكن يمكن أن تضمن لهم عيش مباشرة لربما الجنسيات الأخرى تذهب إلى المجهول لأنهم هنا لا يتلقون المساعدة مثل الآخرين فكيف إلى الوجه التي يذهبون إليها وقد رصدنا منذ وصولنا إلى بولندا فتون أن جميع الفنادق محجوزة بشكل كامل للاجئين ولسيما في المنطقة القريبة من الحدود وللمفارقة أن هذا المعبر ليس الوحيد طبعا هناك معبر كثيرة يمر عبرها اللاجئين من أوكرانيا ولكن هذا المعبر الذي شهد تدفقا كبيرا بالطبع شكرا جزيلا لك مريم عثمان وفدت الميادين كنت معنا مباشرة من الحدود البولندية الأوكرانية محلل الميادين للشؤون الأمنية والعسكرية شارل أبي نادر وخلال مشاركة له عبر شاشة الميادين أكد ورود معلومات استخبارية لروسيا تؤكد وجود أكثر من 25 مركزا بيولوجيا وكيميائيا تتوزع بين أوكرانيا وجورجيا تحت ذريعة مختبرات علمية هدفها تطوير أسلحة دمار شامل وبغطاء أمريكي منذ فترة ليست بعيدة اكتشفها الروس أن هناك مناورة يقوم بها الأمريكيون وبغطاء أنها هي مختبرات علمية يعني معطيات تقول أن هناك أكثر من 25 مركز بيولوجي وكيميائي ومختبرات هي من أسلحة الدمار الشامل هي موجودة في مناطق حساسة كانت تتوزع بين أوكرانيا وبين جورجيا وهي نقطة أيضا حساسة وأساسية هناك تم اتشاف عشرات المختبرات للأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية والجرسومية يتبين لاحقا أن هناك فرع أو شق من هذه المختبرات يعمل على الأسلحة البيولوجية الأسلحة البيولوجية والجرسومية والكيميائية هي مبدئيا من أسلحة الدمار الشامل وهي محزرة دوليا في غضون ذلك توجه الوفد الروسي إلى المفاوضات لعقد الجولة الثانية من المفاوضات مع الأكران مساء اليوم وزارة الخارجية الروسية كانت قد أعلنت أن مينسك أكملت استعداداتها لاجتماع ممثلي روسيا وأوكرانيا فيها وأنها على استعداد لأي تطور للأحداث في هذه الأثناء برزت الدعوة التي وجهها اليوم الرئيس الأوكراني زيلنسكي إلى اليهود في كل أنحاء العالم محرضا إياهم على عدم الصمت بعد استهداف القوات الروسية برجا تلفزيونيا في العاصمة كييف وبرر موقفه هذا بوقوع البرج قرب منطقة بابنيار التي قال زيلنسكي أنها شهدت مقتلى عدد كبير من اليهود على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية على حد تعبيره لديهم أوامر بمحو تاريخنا بمحو بلدنا بمحونا جميعا بالنسبة لأي شخص عادي يعرف تاريخنا وتاريخ العالم بابنيار هي جزء مميز من كييف جزء مميز من أوروبا مكان للصلاة مكان لتذكر مئة ألف شخص قتلتهم النازية مكان لمقابر كييف القديمة من هم لجعل مكان كهذا هدف للضربات الصاروخية لقد قتلتم ضحايا الهولوكوست للمرة الثانية من فلسطين المحتلة التي يزورها المستشار الألماني أولاف شولدس قال الأخير إن بلاده ودول النيتو وغيرها لا تخطط للتدخل عسكريا في أوكرانيا هذا وقد زار شولدس متحفا لما يوصف بالمحرقة في القدس المحتلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتا لبنت قال في كلمة له إن كل حكومة ألمانية تتحمل مسؤولية دائمة عما سمه أمن دولة إسرائيل وحماية حياة اليهود على حد تعبيره فاصل قصير ونستكمل بعده هذه النشرة ابقوا معنا من جديد مرحبا بكم في القدس المحتلة أفادت مراسلة الميادين بأن السلطات الاحتلال أقدمت على إغلاق منطقة الشيخ جراح من الجهة الغربية تحضيرا لتظاهرة المستوطنين التي ستنطلق في الحي عند السادسة مساء اليوم حول هذا الموضوع تنضم لنا مراسلة الميادين هنا محاميد هنا ماذا يمكن أن تنقل لنا الآن مباشرة من الصورة في خلفك وحول هذه المظاهرة للمستوطنين عند السادسة مساء نعم فتون نبدأ بداية من التعزيزات العسكرية الكبيرة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي ساعتين هنا في حي الشيخ جراح عملية إغلاق كاملة للحي بالحواجز العسكرية من كل جانب والأخطر من ذلك فتون هو أن سلطات الاحتلال الشرطة الإسرائيلية أمرت أهالي الحي بالدخول والتزام منازلهم بالدخول إلى داخل المنازل والتزام منازلهم في الدقائق الأخيرة فتون تم إخراج عدد من الشبان والمتضامنين الفلسطينيين والأهالي الفلسطينيين الذين وصلوا إلى هذه المنازل من خارج هذه المنطقة المطوقة كما تشاهدين فتون هنا أحد سكان الحي هو داخل منزله يمنع من الخروج من المنزل أيضا سأتقدم سريعا إلى أحد الأهالي هنا كذلك أعطيك العافية لماذا أنت جوا البيت؟ أنا دخلوني كنت واقف بره قالوا لي أخش جوا البيت قالوا لهم أننا بديعوا أنهم هم نخيفين علينا قلنا لهم إحنا أقفين باب البيت قال لأ ادخل جوا أحسن حنا بنخاف عليك الشرطة دخلتك يعني أمرتك أنك تدخل داخل المنزل؟ أهلا حوالي تفتح الباب قال لي لأ بسرعة أسكر الباب ادخل جوا أنت في بيتك؟ هذا بيتي نعم وهنا الشارع بره؟ الشارع ممنوع أفتح الباب جيت أفتح الباب قال لي ممنوع تفتح الباب الشيخ جراح الذين تحاصرهم عمليا شرطة الاحتلال الإسرائيلي الآن في داخل منازلهم بعد أن قامت أيضا بإخراج عدد من الأهالي الذين كانوا قد انضموا إليهم في داخل هذه المنازل يسمح فقط لمن يسكن هنا بأن يدخل إلى داخل هذه المنطقة المحوطة التي تعزلها تماما شرطة الاحتلال الإسرائيلي في الشيخ جراح تحضيرا للتظاهرة التي يتوقع أن تنطلق في الساعة السادسة من مساء هذا اليوم تظاهرة يبدو أن عدد كبير حشود من المستوطنين سيقومون بالمشاركة فيها أيضا الشارع الذي يؤدي إلى هذه الحارة عمليا إلى هذه المنطقة أيضا مغلق بشكل محكم فتون وهذه التظاهرة هي جاءت على إثر قرار المحكمة الإسرائيلية العلية الذي كان قد صدر بالأبس بخصوص أربعة من منازل عائلات الشيخ جراح في الجهة الشرقية من حي الشيخ جراح والذي يمنع إخلاء هذه المنازل منزل عائلة الكرد وأيضا الجعوني وسكافي وأيضا عائلة القاسم من المنطقة المعروفة بوحدات حي الشيخ جراح يمنع بحسب قرار المحكمة إخلاء هذه العائلات حتى تسوية الأراضي فتون أرى الآن في عين هذا المشهد سيارات قوات الاحتلال تغلق الشارع لماذا يعني لماذا تريد إغلاق هذا الشارع هل هذا صحيح؟ هذه المنطقة عمليا صحيح صحيح هذه المنطقة معزولة بالكامل فتون عن إمكانية وصول أي فلسطيني إليها في الساحة المقابلة لعائلة سالم من الجهة الثانية يعني خلف هذا السياج ستقام مسيرة أو وقفة للمستوطنين الإسرائيليين ستستمر حوالي ساعة ونصف إلى ساعتين كما يتوقع بحيث ستنطلق في الساعة السادسة مساء وبعد ذلك ستقام صلاة أيضا دينية للمستوطنين ونتحدث عن حراكات سياسية إسرائيلية استيطانية متطرفة للغاية ستشارك في هذه التظاهرة فتون وستقام الصلاة هنا مقابل منزل عائلة سالم المهدد بالإخلاء كما تعلمين في الساعة السابعة ونصف ذلك المنزل الذي أيضا يستوطن فيه النائب الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كبير حيث أقام هناك مكتبا برلمانيا هنا نحن أمام منزل عائلة الساعة ويعطيك العافية أبا يزيدك عافية أنتوا داخل المنزل داخل المنزل ليش؟ داخل المنزل لأن الشرطة الزابة طلب مني ندخل جوه المنزل وأدخل كل المتضامنين بس هم بالآخر قرروا أنهم يدخلوا جوه المنزل ويطلعوا كل المتضامنين وهدول بتجولوا بالحي عمزاجهم عدين يعني أنت هلأ بتقدرش تنزل الدرجات؟ لا أنا هلأ ما بقدر أطلع أنزل درجات ممنوع من عن بات قال لي آخر تحذير إلك آخر تحذير إذا بشوف حتى طلع من منزلك أو أنت طلعت نقوم بالاعتقال هل يمكن لنا أن ندخل المنزل لو سمعت؟ آخر تحفين آه شكرا إلا إذن فتون يعني ندخل منزل عائلة السعو الآن كان عدد من المتضامنين هنا قد وصلوا وتجمعوا في هذه الساحة قبل دقائق كما قلت يعني من بثنا المباشر قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بدخول باقتحام هذا المنزل وإخراج كافة من تواجد هنا الآن من يتواجد هنا هم من يعني أفراد العائلة كما أفهم يعطيك العافية شو اللي قاعد بصير عندكم هون في البيت شو شعرين حال يعني الخشو علينا خوفوا لبلاد باندي بنتين صغار صار عايتوا من داخل بسلاح واربع خمس شنود عدوار عواض صغيرة كانوا نافعين منهم صار عايتوا بقولوا ليش دخلت ألفين في عندك وبين فيها هذا ابنك هذا بش ابنك قلت لهنا أولاد أهل هات هويتا قلت له هاي هويتي فتشوا فتش فيش حد عوضوا طلعوا دخلوا عدوار عمي ودخلوه ودخلوا هون وعوضوا النوم وعالحمامات وعاكازة طب وفي عنا نسوين هيك خشف فتحوا بقلت لستانا شوي خلينا أخش قبلك أخذ طريق دخلوا قبلي هذا هو شو بدي أحكي شكرا إلك إذن فتون يعني أيضا إن كان الوقت يسمح لنا نسمع المزيد ربما من تعليقات العائلة هنا عاما مرحبا أهلين حبيبتي آه والله يعني سلسار عابوه يعني دخلوا هكي فجأة يعني ورعبوهم كلهم ولا رعبوا الاصغار والكبار يعني وإحنا عادين ولا ولا طلعنا بره ولا إيش أهل خليكم جوا دخلنا جوا أضلنا عادين وطلعونا ودخلوا كل الغرف يعني دوروا وبعدين وقالنا لهم يعني ما حدش طلع ولا سوو ناش ولا إيش يعني ما عملناش إش هينينا عادين وأخذوا الشباب مسكين يعني هون قاعدين كلهم ولا حد سووا ولا إشيان تم اعتقال عدد من الشبان ربما لا أدري توقيف أو اعتقال أو اقتياد لمراكز الشرطة يعني حتى الآن لا نعلم تماما إذا ما تم فقط إخراج الشبان الذين تواجدوا إلى خارج المنطقة المحاصرة أم أنه أيضا تم اقتياد العدد منهم إلى مراكز الشرطة للتوقيف شو اللي صار عندكم هون ولماذا يجري كل هذا من تعزيزات عسكرية مشددة كيف تعيشون في الأسبوعين ونصف الأخيرين 18 يوم تقريبا أنتم شبه محاصرين هنا في حي شيخ ذرا أختي هون احنا كل الشيخ الشرطة كله مستهدف من المستوطنين زي ما شفت أنت حتى الضيف اللي بيجي عبيتك ممنوع يخش بيتك يعني الضيوف اللي كانوا موجودين هون أنا كمان ضيف يعني هوني كمان طحوني وضربونا وضربوا الولاد جوا وضربوا النسوان خشوا بي يعني ما تقولي يعني مكلبة فهذا الإشي وين العدل وين حقوق إنسان اللي بيحكوا عنها اليهود عملوا لهم هاي أعلام ومسموح لهم وهدفات احنا بقلب دورنا دخلوا على يعني مرخي تيارة تفرج جوا دخلوا عليها دخلوا على الحمامات يعني أنا مش فاهم شو اللي بدهم إياه ضربوا كل واحد موجود هون ضربوا كل شاب كبير أو صغير ضربوا وهاي معاناة الشيخ جراح والله يفرجها علينا إن شاء الله يعطيكم العافية شكرا إلك مرحبا ممكن ندخل البيت شكرا إلك الحجي هنا كمان دخلوا لعندها لا هنا فتحوا الباب شفوها مريضة وهيكا بس الإشي اللي صار هون هم طلبوا منا الشرطة والزباط الكبار هم اللي طلبوا من الشباب يدخلوا جوا وقاعدين وفيش إشي الوضع كان هادي هجموا ع الضارو أخذوهم كلهم وطلعوهم برا الحارة يعني أنا مش فاهم ليش عمالهم خطوا خطوا عمالهم قالوا لنا أدخلوا جوا خلونا جوا طلعوا اللي جوا برا يعني شو المخطط شو اللي شو التخطيط اللي بيعملوا لليلة يعني الليلة يعني الليلة الناس لازم تكون صاحية وواية فيه إشي بدو يصير يعني هذا الإشي اللي بيصير أنا مش فاهمة يعني هذا تواجد الحجة الشرطي الطبيعي في يوم عادي يجري مثل هذا لا 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 فيه بتكون متواجدة يوم يوم المحسيم والشرطة بس مش بهذا الشكل هذا يعني أنا حاسي حالي بجبهة حرب أنا مش حاسي حالي إني ببيتي أنا حتى لضيوف اللي عندي طلعوهم من داري دخلوا ع غرفة النوم على المطبخ على الحمام زي متوحشين هذا وين تجرى الأمر؟ هذا تقريبا قبل تلت ساعة بس من يوم ما إيجوا من التنتين ونصه هم يسكروا ويملوا المحسيم قالوا بناش حدا بناش حدا يتواجد باب الدار قلنا ماشي قعدناهم باب الدار قالوا لنا بناش باب الدار دخل الشباب هون يعني مش عارفين يعني متواجد ليش فيه إشي موضوع أكبر من الناس بتتصور كعيلة سالم وتجميد القرارات هذا مش عجبهم بدهم يضغطوا ع حكوماتهم بدهم يضغطوا عقضاتهم بدهم يدخل بعرف إش يعني عملهم بالشعرون بالخوف إذن فقدنا الصورة مع الزميلة هنا محميد لكن نزل نسمع هذا الصوت لبقى معها ليس ما تعود الصورة وجهة حرب عندنا أنا الوضع القائم هذا يوم يوم عندنا مش بس اليوم إشي رهيب كل الجيش اللي في ترائيل والشرطة والضباط كلهم عندنا كلهم عندنا ليش شكرا إليك إذن فتون لا أدري إن كانت الصورة قد عادت عادت الصورة نحن نسمع إلى شهادات سكان حي الشيخ الجراح وهذه الممارسات الإجرامية الاستيطانية وكل هذه الحماية للمظاهرة التي سيقوم بها المستوطنين تفضلي الوقت معك هنا إن كنت تريد إجراء أيضا مقابلات أخرى وسمع شهادات أخرى من أهل الشيخ جراح فيمكنك ذلك تفضلي شكرا لك فتون فقط لنضع أيضا المشاهد في عين ما يجري في حي الشيخ جراح من تطورات أخيرة نتحدث عن تطورات خلال الأسبوعين والنصف الأخيرين عمليا هناك عائلة سالم مهددة بالإخلاء إخلاء منزلها لصالح المستوطنين الإسرائيليين بحسب قرارات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا من دائرة التنفيذ والإجراء المستوطنون استولوا أيضا على الأرض التابعة لتلك العائلة وعضو الكنيسة اليميني الإسرائيلي المتطرف إتمار بن جفير كان قد وضع خيمة له أسماها مكتبا برلمانيا بعد ذلك قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على مدار حوالي 18 يوما على التوالي بمحاصرة تلك العائلة بالحواجز العسكرية وكذلك الأمر باقي العائلات ومنها هذه العائلة عائلة السعوة التي نتواجد الآن في منزلها المحكمة الإسرائيلية كانت قد قررت قبل حوالي أسبوع بتجميد أمر الإخلاء بحق عائلة سالم ولكن حتى الآن تتواصل عمليات الاعتداء والضغط والتضييق من قبل الشرطة الإسرائيلية على عائلة سالم وباقي العائلات في حي الشيخ جراح من الجهة الغربية من هذا الحي نستمع إلى المزيد ربما من الأهالي هنا يعطيك العافية بالأمس كان هناك قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا أعلى هيئة قضائية في إسرائيل بعدم إخلاء أربع عائلات من عائلات حي الشيخ جراح في الجهة الشرقية عائلات الكرد وسكافي والجعوني وأيضا القاسم وهي العائلات التي اندلعت الأحداث في أيار مايو الماضي بسبب محاولات إخلائها من قبل المستوطنين الإسرائيليين الآن لماذا تستمر كل هذه التضييقات إذا ما كان هناك قرار من المحكمة الإسرائيلية يقضي بمنع إخلاء هذه العائلات حتى تسوية ملكية الأرض هناك يعني بداية كما تفضلت موضوع الإخلاء هو مربوط بإنهاء التسوية أو البدء بالتسوية لحين إنهاءها اليوم الحكومة وأجهزة المخابرات والشرطة بتضغط على أهالي الشيخ جراح بشكل عام وعلى أهالي الحي الغربي لتطفيشهم من الحي تغلق الطرق المستوطنين اعتداءاتهم المستمرة على الأطفال على النساء على البيوت ما فيش حرم للبيوت الأطفال صار عندهم هاجس إنهم يطلعوا الشارع يمشوا زي أطفال في العالم الاعتداء برش الغاز بالشتائم بالضرب أما المستوطنين فهو ما ممنوع لدى العرب مسموح لديها تعتقدون بأن قرار المحكمة جاء على أثر عملياً عمليات الصمود والثبات والتصدي من قبل أهالي حي الشيخ جراح في الصيف الماضي وأيضاً المقدسيين والفلسطينيين عموماً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي يعني هو قرار التجميد طبعاً أجل من قبل الضغط والمناصرة من قبل المقدسيين وأحرار القدس والتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح والضغط على الحكومة لتجميد هذا القرار بس المعرة كمانتهت إحنا مستمرين بضغطنا وبمناصرتنا لإلهم حتى تكون الحكومة بطرد بن كبير من هذا الحي لأنه هو سبب المشاكل هو من يقوم بالشكاوي على الشباب وعلى سكان الحي ليتم اعتقالهم لتفرغ الحي من سكانه وتتفرغ البيوت ليحلوا مكانها المستوطنين مكان العرب ليحتلوا هذه الحي ولكن للأمانة أهالي الحي عندهم إيمان بقضيتهم العادلة عندهم موقف ثابت وبطول رغم كل ما يتعرضون له إلا أنهم ثابتون هون ومش راح يطلعوا من هون هاي هي كلماتهم وهم ما بدهم إشي من حدا ما بدهم دعم من حدا ما بدهم مصاري من حدا ما بدهم مال من حدا بدهم بيوتهم بدهم يبقوا في بيوتهم مهما كانت النتيجة أشكرك جزيلا شكر فتون نخرج مجددا إلى الشارع وماذا عن حالات الاعتقال نحن نعلم بأنه في القدس وحدها كان هناك 210 حالات اعتقال فقط في شهر خلال شهر شباط خلال هذا الشهر ماذا عن حالات الاعتقال تحديدا في الشيخ جراح الآن صحيح يوميا تجري هناك عمليات اعتقال إن كان ذلك في حي الشيخ جراح وأيضا في الأحياء المقدسية الأخرى العسوية جبل المكبر الطور سلوان وغيرها من الأحياء ولسيما الأحياء المستهدفة بالاستيطان بهدف تهويد هذه الأحياء وقلب الميزان الديمغرافي فيها وسيطر عليها لموقعها الجغرافي الاستراتيجي في محيط البلدة القديمة كنوع من تغيير الواقع الميداني على الأرض بهدف إجهاض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية بحسب المواثيق الدولية هذا ما تسعى إليه إسرائيل بشكل عام من حي الشيخ جراح كانت هناك عدة اعتقالات عدد من الشبان يتم اعتقالهم ومن ثم يتم إطلاق سراحهم إما بكفالة أو توقيف منزلي حبس منزلي وغير ذلك ولكن الأعداد طيلت الوقت بتصاعد وتزايد مستمر بسبب هذه الانتهاكات الإسرائيلية فتون يعني كما ألاحظ أيضا الآن عدد من المستوطنين ربما يمكن أن نرى ذلك عبر العدسة عدسة الكاميرا الآن بدأوا بالتحضير لهذه التظاهرة أو المسيرة التي ستنتهي هنا في حي الشيخ جراح تماما مقابل منزل عائلة سالم والذي لا نستطيع الدخول إليه حتى نحن كصحفيين إذن كما تلاحظين هناك عدد من الأعلام الإسرائيلية بدأ يرفعها عدد من هؤلاء المستوطنين تحضيرا للتظاهرة التي ستبدأ حوالي الساعة السادسة من مساء هذا اليوم أي بعد حوالي نصف ساعة وستصل إلى هذه الساحة مقابل منزل عائلة سالم الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني في عمق المشهد أنا أشاهد السيدة فاطمة سالم تجلس على شرفة منزلها لا أدري إن كنا نستطيع التقاط صورة لها من هذا الموقع بالتحديد فتون ولكن هذه العائلة محاصرة منذ ثمانية عشر يوما كما تلاحظين هذا الحاجز العسكري من هذه الجهة وأيضا الجهة الأخرى للشارع الذي يؤدي إلى منزل العائلة هناك حاجز مماثل إضافة إلى الحواجز العسكرية الأخرى الآن اليوم التي تحيط بكل هذه المنطقة الغربية من حي الشيخ جراح منعا لوصول متضامنين فلسطينيين للتصدي لهذه التظاهرة الاستيطانية المتوقعة بعد قليل جمد قرار الهدم بحق الأربع بيوت لكن كان هناك فيه قرارات هدم وعمليات هدم وتجريف في 24 بيت في الشهر الماضي فقط في القدس المحتلة كيف تشرحين لنا هذه الناحية باستمزاجها مع ما يجري الآن في الشيخ جراح من التظاهرة ستكون للمستوطنين عمليا فتون الاحتلال الإسرائيلي يعمل على عدة مستويات لتفريغ مدينة القدس من الفلسطينيين ولقلب الميزان الديمغرافي كما سلف وذكرت أحد هذه الوسائل هي عمليا هدم المنازل الفلسطينية في أنحاء مدينة القدس المختلفة بذريعة عدم ترخيص هذه المنازل ما يجري فعليا فتون أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمنح ترخيص بناء للفلسطينيين في مدينة القدس بالتالي حتى لو حاول المواطن الفلسطيني السير في هذا المسار من أجل استصدار حق للبناء في أرضه التي تتبع له أبا عن جد أو على منزله القديم المشيد منذ ما قبل الاحتلال عام 67 لا يمكنه ذلك حتى لو مشى في هذا المسار للحصول على مثل هذه الرخص بحسب القوانين الإسرائيلية بعد ذلك يضطر الفلسطيني عمليا من أجل أن يبقى في مدينة القدس أن يبني له منزلا أو غرفة في بعض الأحيان أو أن يغلق شرفة مثلا في منزله ليحولها إلى غرفة لأحد أبنائه وبالتالي هناك عائلات أسر مكونة من عدة عائلات تسكن في نفس المنزل الضيق من أجل الحفاظ على هويتها وبقائها في مدينة القدس الاحتلال الإسرائيلي في مثل هذه الحالات حتى لو كانت شرفة تم إغلاقها من أجل أن تتحول إلى غرفة يتم هدمها أو هدم المنزل بشكل كامل والهدف الرئيسي هو دفع الفلسطينيين للبحث عن أماكن للسكن والحياة وبناء عائلة والتطور الطبيعي الذي يطمح له أي إنسان خارج مدينة القدس أو بالتحديد خارج الجدار الفاصل الذي تحيط به إسرائيل وتعزل به إسرائيل مدينة القدس عن أنحاء الضفة الغربية عن شمالها من جهة رامالله وعن جنوبها من جهة مدينة بيت لحم هذه إحدى الوسائل هدم المنازل وهي سياسة ممنهجة إسرائيلية منذ العام 67 في الشطر الشرقي من مدينة القدس الذي احتل في العام 67 يقدر بأن هناك حوالي 50 ألف منزل فلسطيني إن لم أكن مخطئة بهذا الرقم الآن مهدد بالهدم بذريعة عدم الترخيص في مدينة القدس في الجهة الشرقية فقط من هذه المدينة إضافة إلى هذه السياسة تنتهج أيضا سياسة إخلاء المنازل لصالح المستوطنين كما يجري هنا في حي الشيخ جراح منزل عائلة سالم السيدة فاطمة سالم التي أيضا مهددة بالإخلاء هي مثال لهذه السياسة الإسرائيلية يتم الادعاء من قبل الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية بأن هذه الأراضي كانت تعود لملكية يهودية قبل العام 48 قبل النكبة وهذا كله يجري ضمن قانون ما يسمى بأملاك الغائبين الذي يعطي عمليا إمكانية لليهود باسترجاع ممتلكاتهم من قبل العام 48 ولا يعطي هذه الإمكانية للفلسطينيين بالمقابل وتحت هذه الذريعة عمليا يتم إخلاء المنازل الفلسطينية من سكانها الفلسطينيين بقرارات من قبل المحاكم الإسرائيلية وبدعم حكومي إسرائيلي طبعا فتون هنا يرصد بشكل عام في الحالة في الحالة العامة ازدياد وتيرة هذه الانتهاكات الإسرائيلية على كل الأصعدة يعني إن كان الحبس المنزلي الإبعادات هدم البيوت الاعتقالات المتزايدة في القدس وفي أكثر من منطقة فلسطينية أيضا إلى جانب ما نشهده الآن في الشيخ جراح وما جرى في ليلة الإسراء والمعراج إلى ماذا تعز أسباب هذا الازدياد في التشرص عند الإسرائيلي في كل هذه الارتكابات الصمود الفلسطيني يعني يقلق الاحتلال الإسرائيلي بلا شك فتون نتحدث عن أيضا وحدة فلسطينية وحدة في المصير ووحدة بالفعل أيضا بالفعل ورد الفعل الفلسطيني على السياسات الإسرائيلية فتون يعني الآن يبدو أن أيضا ضباط الشرطة الإسرائيلية مجددا يحاولون أن يطلبوا من أو يأمروا عائلات الشيخ جراح هنا في هذه المنطقة بالتزام منازلهم مجددا بعد قليل سنفهم ذلك مباشرة من السكان تعطيك العافية مرحبا شو بدهم منكم اليوم عمليا في تظاهراء لا لا بنخشي بشكل عام بشكل عام طيب إذن يبدو أنهم يناقشون بشكل عام كيف ستكون هذه التظاهرة وكيف أن الأهالي عليهم الالتزام بمنازلهم بعد قليل سنستمع إلى أحد هؤلاء السكان ماذا يقول له الشبطي بالتحديد لابد أن نتحدث بأنه بالتزامن مع سياسات الهدم المتزايدة للاحتلال الإسرائيلي إن كان في الشيخ جراح أو في القدس المحتلة بشكل عام في تزايد لتنفيذ مشاريع استيطانية يعني خطيرة كان منها خمس مشاريع ربما هي الأبرز نتحدث عن 1500 وحدة استيطانية على أرتقع ما بين مستوطنة التلة الفرنسية ما بين مزدوجين والجامعة العبرية مثلا شرق القدس ماذا أيضا في تفاصيل ذلك يعني مقابل هدم زيادة في الوحدات الاستيطانية في حي الشيخ جراح هناك عدة مشاريع بالفعل أحد هذه المشاريع هو على ما يعرف به أرض كرم المفتي ومنزل مفتي فلسطين الشيخ أمين الحسيني ومشروع لتحويل المنزل المفتي إلى كنيس يهودي هناك ستبنى أكثر من 50 وحدة استيطانية إضافة أيضا إلى يعني مخطط كان لبناء العديد من الوحدات الاستيطانية في المنطقة وحدات حي الشيخ جراح ولكن بحسب قرار المحكمة العليا الأخير الذي صدر بالأمس يمنع عمليا بناء أي وحدات استيطانية في تلك المنطقة طالما يمنع إخلاء العائلات الأربع التي تحدثنا عنها من هناك فتون إضافة إلى هذه المشاريع هناك مشاريع لتحويل منطقة وادي الجوز مثلا وهي المنطقة المحيطة بحي الشيخ جراح من الجهة الشرقية أيضا إلى منطقة صناعية كبيرة إضافة إلى ذلك مشاريع لحضائق ما يسمى بحضائق تلمودية أو توراتية في منطقة يسميها الاحتلال الحوض المقدس وهي المنطقة المحيطة بيئة البلدة القديمة تحديدا من جنوبي المسجد الأقصى المبارك مرورا بيئة الأسوار حتى الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك نتحدث عن مناطق سلوان وأيضا راس العمود وهي مناطق أيضا مهددة بفعل هذه المشاريع الاستيطانية التي لا نراها فقط على شكل بناء وحدات استيطانية نضيف إلى ذلك أيضا المشروع الاستيطاني في منطقة عطاروت أيضا بالقرب أو على أرض مطار القدس سابقا هناك أيضا ستبنى مستوطنات كسيفة لليهود المتدينين تحديدا وهي ستقطع الجغرافية الفلسطينية التي تصل مدينة القدس شمال مدينة القدس مع المناطق في شمالها قلندية ومخيم قلندية وكفر عقب وصولا إلى مدينة رامالة كنت أقول فتون بأن المشاريع الاستيطانية لا تكون فقط على شكل بناء وحدات سكنية استيطانية وإنما أيضا في كثير من الأحيان أيضا من خلال حضائق تحويل مناطق كاملة وأراضي إلى مناطق خضراء صحيح التحريش والتشجير كما شاهدنا ذلك في النقب على سبيل المثال أيضا تحويل مناطق مهجرة مثل قرية لفتة المهجرة في ضواحي مدينة القدس مشروع لتحويلها إلى منطقة سياحية كذلك تحويل منازلها القديمة أيضا أو جزء من هذه المنازل إلى مسار سياحي وربحي وجزء من أيضا يعني مثل هذه البيوت والقرى المهجرة الفلسطينية تم تحويلها إلى قرى للفنانين الإسرائيليين كما جرى على سبيل المثال في قرية عين حوض جنوب مدينة حيفا حيث حولت القرية بأكملها إلى قرية فنانين إسرائيليين هنا أيضا على غرار ذلك يعني تنسخ هذه المشاريع أيضا في داخل مدينة القدس الأنفاق تحت المسجد الأقصى والبلدة القديمة إضافة إلى البؤر الاستيطانية عشرات البؤر الاستيطانية في داخل البلدة القديمة في الحي الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة إضافة إلى الحي الذي استولى عليه المستوطنون بشكل كامل حي المغاربة مباشرة بعد الاحتلال في العام 67 تم تجريف منازل كبيرة منه كثيرة عدد هائل من المنازل مصحت بالأرض تماما وهي المنازل التي كانت محاذية لحائط البوراق الحائط الغربي السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك هناك أيضا حولت أيضا المنازل التي بقيت بغالبيتها إلى منازل للمسوطنين الإسرائيليين وهذا ينطبق على كل أحياء مدينة القدس فتون نتحدث عن تقريبا تساوي في عدد المسوطنين الإسرائيليين في داخل القدس الشرقية أو الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة مع عدد الفلسطينيين في المدينة تقريبا نتحدث عن 230 ألف فلسطيني يعيش في داخل مدينة القدس في الشطر الشرقي منها الذي يحتل في العام 67 ولكن حوالي 100 ألف فلسطيني تقريبا يعيشون من هؤلاء المقدسيين يعيشون خارج الجدار الفاصل عمليا يعني مهددون بسحب هوياتهم بكل لحظة وهذه وسيلة أخرى من وسائل تجريد الفلسطينيين في داخل مدينة القدس من حقوقهم بالعيش والسكن في داخل مدينة القدس فتون نعم إذن بالمجمل أو في الخلاصة التظاهرة للمستوطنين تبدأ بعد عشر دقائق من الآن نذكر بماذا سيقومون به من أعمال استفزازية صلوات تلمودية ما هو المخطط في خلال هذه التظاهرة قبل أن نختم هذه التغسية معك هنا بالفعل فتون يعني هذه التظاهرة ستبدأ عمليا بعد حوالي عشر دقائق ربما لن تصل مباشرة إلى هذه المنطقة ولكن يبدأون بالتجمهر في المناطق المحيطة إلى حي الشيخ جراع ومن ثم ستصل هذه التظاهرة إلى الساحة من خلف حيث ترفع الأعلام الإسرائيلية هناك نتوقع أن يكون هناك حشود كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين في هذه الساحة بالتأكيد سيقومون بترديد هتفات وشعارات استفزازية معادية للفلسطينيين والعرب بشكل عام هذا نتوقعه بناء على التظاهرات والمسيرات الاستفزازية والعدائية السابقة التي كانوا يقومون بها إن كان هنا في حي الشيخ جراع أو في منطقة باب العمود أو في أي منطقة أخرى ما يخشاه الأهالي هنا فتون أن تقوم هذه المجموعات الاستيطانية المتطرفة أيضا بالاعتداء على أهالي حي الشيخ جراع ولسيما أنه في الفترة الأخيرة نتحدث تقريبا عن الشهر الأخير جرى الاعتداء بكثافة على أهالي حي الشيخ جراع من خلال رش الأهالي في داخل منازلهم بغاز الفلفل من قبل المستوطنين إشهار مسدساتهم بوجه الأهالي يعني المستوطنون يقومون بتهديد الأهالي أحيانا ببنادقهم ومسدساتهم بسلاحهم إضافة إلى قذف الحجارة والزجاجات باتجاه منازل الفلسطينيين طبعا كل ذلك سيجري تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية وبالمناسبة هذه التظاهرة التي ستجري بعد قليل هي بمصادقة وموافقة من الشرطة الإسرائيلية التي تقوم بعزل حي الشيخ جراع في هذه الأثناء منذ حوالي الساعة الثالثة تقريبا قامت بتطويق الحي من عدة جوانب إذن هذا ما نتوقعه فتون في الساعة القريبة حتى الآن أنا محميد مراسلة الميادين شكرا جزيلا لك على كل ما نقلته لنا مباشرة من حي الشيخ جراع والشكر الأكبر لكم مشاهدين شكرا على المتابعة دمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر تتصاعد وطيرة الهجمات الاستيطانية على حي الشيخ جراع مئات الفلسطينيين أصبحوا مهددين بالتهجير من هذا الحي المقدسي التاريخي اعتادوا علينا من مبارع واجموا علينا كانوا من حوالي أكثر من 300 واحد سنحاول الدخول إلى منزل عائلة سالم من فديد العائلة تتحصن أيضا داخل المنزل يعني هذا مفهوم أمام هذا الوجوم الوحش من قبل المسلطنين الإسرائيليين هذه هي القدس العربية ما بنقدر نطلع من بيوتنا إلا عموتنا عجوتافنا كيف يعني بيوم والأيلة تيجي تقولنا هذه المرن والدة هون المسنة الختيارة تيجي تقولها هذا بيتا تقول بذكركم هذا الواقع اللي اليوم أنتم عايشينه بتحسنه بنكبر عمالها بترجع نعم شعرتنا اليوم اشتباكات قولية بين زعران المستوطنين الذي يقودهم نعم شعرتنا اليوم